الجهاز العصبي في سمكة البلطي يتركب الجهاز العصبي في سمكة البلطي كمثل باقي الأسماك العظمية من مخ، حبل شوكي، أعصاب فهل تعلم مما يتكون كل جزء من هذه الأجزاء؟ المخ عبارة عن انتفاخ للجزء الأمامي من الحبل الشوكي يقع في التجويف المخي الغضروفي داخل الجمجمة وهو محمي بالغضروف وبأغشية السحايا المحيطة وبالسائل المخي الشوكي وبمادة دهنية تملأ معظم التجويف المخي ينقسم المخ إلى ثلاثة مناطق وهي مخ أمامي، مخ متوسط، مخ خلفي أولاً المخ الأمامي فور برين يتكون من منطقة مخ أمامي ومنطقة سرير المخ حيث يتميز الجزء الأمامي من المخ مقدم المخ بوجود زوج من المراكز الشمية الأولية هما البصلتان الشميتان يمتد فيها عصبان شميان إلى العضو الشمي أما منطقة سرير المخ فتمتد من الناحية البطنية لتعطي القمع المخي والذي يتصر بالغدة النخامية أما من الناحية الظهرية فتحمل عنقاً صنوبرية لعين صنوبرية ضامرة ثانياً المخ المتوسط، ميد برين يحوي المخ المتوسط الفصين البصريين وهما كبيراً الحجم فمن الناحية البطنية وأمام الغدة الصنوبرية يعبر العصبان البصريين بعضهما البعض فيمر العصب الأيمن للعين اليسرى ويمر العصب الأيسر للعين اليمنى ولا تقتصر أهمية المخ المتوسط على الوظيفة البصرية فقط بل تمتد لوظائف أخرى تتعلق بالتعلم وإيصال الرسائل الحسية إلى المستلمات الحركية ثالثاً المخ الخلفي هاين دي برين وهو عبارة عن مخ كبير جداً ومنحن على نفسه ويقع المخيخ على السطح الظهري ويحتوي معظم منطقة النخاع المستطيل الضيقة والتي تمتد للخلف وصولاً للحبل الشوكي تمتد الأعصاب من المخ والحبل الشوكي لكل جزء من أجزاء الجسم وتنقاسم إلى أعصاب حسية تحمل الرسائل من الأعصاب الحسية إلى الحبل الشوكي والمخ وأعصاب حركية تحمل الرسائل من المخ والحبل الشوكي إلى العضلات جهاز الخط الجانبي هو العضو المسؤول عن الإحساس بموجات الضغط ويتكون من خطين جانبيين أحدهما علوي والآخر سفلي ويتركب كل منهما من قناة مخاطية تمتد تحت الجلد والقشور من فتحة الخياشيم إلى الذيل ويصل إلى الرأس حيث يتفرع منه عدة أفرع تكون مدفونة في سطح عظام الجمجمة ويقع كل عضو حسي في داخل ثقب وتتصل الثقوب ببعضها عن طريق قناة الخط الجانبي وتصلها أعصاب عن طريق فرع الخط الجانبي من العصب الحائر